اشتباكات مع استمرار الاشتباكات مع الاخوان وكسفت قوات الامن من تواجدها بميدان مصطفى محمود بينما اقتحمت عناصر الاخوان محطة سكة الحديدة القريبة من شارع احمد عربي حيث وقعت اشتباكات مع الامن في محاولة لتفرقتهم واغلقت ست مدرعات جيش وعشر مصفحات شرطة ميدان مصطفى محمود بالكامل كما تواجد عدد من الكمائن الامنية بشارع السودان وجامعة الدول العربية واغلقت ست مدرعات جيش وعشر مصفحات شرطة ميدان مصطفى محمود بالكامل كما تواجدت عدد من الكمائن الامنية بشارع السودان وجامعة الدول العربية وتواجدت ست مدرعات بمنطقة الدقي وكسفت قوات الامن من وجودها بشارع احمد عربي بالمهندسين حيث تمركزت اربع مدرعات امن مركزي ومدرعتان لمكفحة الشغب وتواجدت ست مدرعات امن مركزي واربع مدرعات مكفحة الشغب على كبر الدائري باتجاه المهندسين